القطاع الخاص اكثر المتضررين من ازمات العراق المتوالية تظاهرات وما رفقها من احداث سياسية وهزات اقتصادية تبعها تسونامي كورونا اغلق دول العالم ومنها العراق وما زاد من ازماته انخفاض قيمة الدينار وتأثر الاسواق بتلك التغيرات مما انعكس على الشارع والقطاع الخاص الذي ادارت الحكومة ظهرها عنه لسنوات وقد تلتفت اليه في ظل الموازنة الحالية مع وضع معالجات لما خلفته قرارات المالية وتخبطات قيمة العملة المحلية لا بد من مشاركة القطاع الخاص ولا بد من وضع نصوص بدعم القطاع الخاص العراقي اللي اعتقد هو الحل الوحيد لدعم الدولة وزيادة اراداتها وتوفير فرص عمل بالنسبة للعاطنين عن العمل اليوم مشاركتنا ايضا الاستماع على مشاكلهم ومحاولة تضمين قانون الموازنة لنصوص قانونية تنصف هذا القطاع المهم كفية معالجة بعض المشاكل التي تعرضت لها القطاع الخاص خاصة بالفترة الاخيرة وارتفاع سعر الصرف الدينار العراقي باثر كبير جدا على التجار والموردين للعراق هناك معالجات في الموازنة الاتحادية لمعالجة هذه المشكلة وكذلك هناك معالجات من قبل البنك المركزي والمصارف الحكومية لبعض الاموال او لبعض التعاقدات السابقة بقضية سعر الصرف أزمة مالية عزم في الموازنة وتقلب القرارات الحكومية كان حاضرا على طاولة المجلس الاقتصادي وبرعاية اللجنة المالية النيابية لوضع حزم التحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار في مشروع موازنة 2021 هذه الندوة كانت فحواه وعنوانها مهم جدا وهو حزم تحفيز الاقتصاد مثل ما الاقتصادين والخبراء يعلمون ويعرفون أنه كل دول العالم عندما تكون هناك أزمة اقتصادية بالمقابل حتى توازن هذه الأزمة تخرج أو تصدر من الدولة من الحكومة حزم اقتصادية المناعية لتقوية مناعة الاقتصاد طبعا المجلس الاقتصادي دائما عودنا أنه يقيم ورش وندوات ونحن دائما كمجلس نواب نستمع إلى المشاكل المعوقات لقطاع الخاص قطاع الخاص يمثل عدة مجالس وأحدها المجلس الاقتصادي بالتأكيد ما يهم الموازنة ومشاريعها واستثماراتها وحتى التخفيض سعر الصرف الدينار يهم القطاع الخاص العراقي في عنق الزجاجة والأربما ستبقى كذلك الموازنة المالية وعواصف التغيرات الاقتصادية في بلد يسخر بالأيد العاملة والموارد الطبيعية وفرص الاستثمار والاعتماد على مختلف قطاعات الدولة للنهوض بالاقتصاد وقيمة الدينار في ظل أحاديث عن تغيرات جديدة قد تطرأ عليه ببغداد علي أسد قناة الرشيد